اشتركوا في القناة اهلا بكم احبتي من جديد مازلنا مع قناة ترسيل احلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاها ايها الاخوة الكرام نعرضها نتكلم عن موضوع قضية القضايا احلام تبشرني بالزواج من شخص غني ان شاء الله في المنام يعني الرؤية مش بتبشر بزواج لا ده بزواج ومن شخص غني وفيه كده وما المانع ما المانع انا عايز افهم ما المانع لين بعض الناس بتقولك انت بتقفر او يا شيخ ما يعرفوش ان سيدنا يوسف عليه السلام اه شاف رؤية في البداية خالص هو طفل كان بترمي في البير عشان يتقتل في النهاية كان رئيس على خزائن مصر ما المانع اقول لي ده نبي لا الكلام ده مش خاصة بسئلنا يوسف ده ربنا سبحانه وتعالى حتى في الصورة دي ان ربنا بيضرب لنا احسن القصص عشان نعتبر ومن افضل الصور اللي فيها اعتبارات جميلة جدا للانسان لابد ان ياخذ هذه الصورة ويعتبر بما فيها فضع النسطورة دي لها علاقة بالرؤية كمان وسيدنا يوسف لها علاقة بالرؤية وبتفسير الاحلام يعني فانهاردة هنشوف بعض الرؤية التي تبشرني بالزواج من شخص غاني اول رؤية معنا وهي رؤية ارتداء البنت للتاج الذهبي وكانت سعيدة جدا في المنام وشكلها جميلة هاد رؤية تبشر بذلك رؤية تغيير اثاث البيت لانتري المكتب السفرة اي ان كان لكن انا غيرت اثاث البيت باساس غالي الثمن هذه رؤية تبشرني بالزواج من شخص غاني باذن الله تبارك تعالى من الاشياء الجيدة جدا التي يعني تدل على هذا المعنى زيت الزيتون لا سيما اذا شربت زيت الزيتون طبعا هو في الحقيقة يعني بعض الناس ما بتقدرش تستطعمه لكن في المنام انا شربته حاس ان هو يعني طعمه افضل من اي عصير في العالم حسيت ان مزاكه جميل شرب زيت الزيتون بهذا الشكل او بهذه الصورة رؤية تبشر بالزواج من غاني باذن الله تبارك وتعالى رؤية البنت العزباء ان هناك شخص مرموق يعني بيحاول بقدر الامكان يلبسها اساور ذهبية او خواتم او سلسلة او قرط او حلق هذه رؤية تبشرها بالزواج من شخص غاني باذن الله تبارك وتعالى من الاشياء الجميلة التي تؤكل او تشرب رؤية اكل جبنة في المنام للبنت العزباء رؤية جميلة جدا تحقيق اماني وطبعا الاملية ممكن تكون الزواج من شخص وكمان الرؤية على ظاهرها تدل على الزواج من شخص غاني باذن الله تبارك وتعالى الرجل الافريقي الاسود اللي من جنوب افريقيا والدول افريقية حينما طر البنت العزباء انها تتزوج من رجل افريقي طويل وكان شكله جميل في المنام هاد رؤية تبشرها بالزواج من غاني باذن الله الجميل ايضا ان ترى البنت انها تتزوج من سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ادروا يتبشرها بالزواج من غاني باذن الله تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته